مرة بعد مرة يصرح القادة الإيرانيون عن سيطرتهم الكلية على اليمن في خضم صراع متزايد في الخليج بين السعودية والإمارات وإمريكا من جهة وبين إيران من الجانب الآخر آخر تلك التصريحات كانت من رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي يقول فيها إن الامتداد الاستراتيجي للثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا امتداد جعل الحوثيين أن يتبنون عملية استهداف أنابيب شركة أرامكو في الرياضة رغم أن نتائج التحليلات الامريكية تقول إن تلك العمليات لم تكن من اليمن بل من العراق لكن الأبعاد الإيرانية في هذه التصريحات رسالة واضحة للسعودية بأنها ستستخدم عيال شوارعها في اليمن لضرب المصالح السعودية وتهديد أمنها وعمقها الاستراتيجي في اليمن والداخل السعودي مع تزايد الضغط الامريكي الذي تدعمه السعودية على إيران ووفق المراقبين فلا يخلو إعلان رئيس السلطة القضائية الإيرانية من إشارة السيطرة على نضيق باب المندب حين ربط إبراهيم رئيسي امتداد السيطرة من اليمن إلى إفريقيا ترجمة نانسي قنقر